وسط مراسم رسمية أعدت برئاسة الجمهورية جاء هذا السلساء كل من سفير جمهورية نيجر سيد أوبكر حسن دانسوكوتو وسفير دولة إسرائيل ليقدم أوراق اعتمادهما لرئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق محمد ريزدي بيتنو كسفيرين فوق العادة ومطلقية صلاحية لبلديهما لدى شاد في البداية قدم سعادة أبو بكر حسن دانسوكوتو السفير فوق العادة ومطلق الصلاحية لجمهورية النيجر لدى شاد أوراق اعتماده لرئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق محمد دريزدي بيتنو وكان ذلك بحضور أمين الدولة في الخارجية ومعاوني رئيس الجمهورية ومستشاره الدبلوماسي ونقل سفير جمهورية النيجر تحيات الرئيس محمد بازوم وكذا الحكومة والشعب النيجيري إلى رئيس الجمهورية الفريق محمد دريزدي بيتنو وعبره إلى حكومة وشعب جمهورية شاد وتباحث رئيس الجمهورية الفريق محمد دريزدي بيتنو مع سفير النيجر المقيم في العاصمة يانجمينة تباحث معه أوجه التعاون المشترك والعلاقات الممتازة القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين كما تناول رئيس الجمهورية مع السفير النيجيري التحديات المشتركة لا سيما الأمنية بمنطقة الساحل وقد صرح الدبلوماسي النيجيري أن من ضمن أولوياته المساهمة في بسط الأمن والاستقرار في المنطقة مؤكدا أن بلاده ستسعى جاهدة مع دول الساحل في مكافحة الإرهاب الذي يهدد أمن وسلام وتنمية الدول الأعضاء في مجموعة الساحل جدير بالإشارة أن الجاد والنيجر عضوان في عدد من المنظمات الإقليمية وشفه الإقليمية وتسعيان إلى تعزيز التعاون فيما بينهما في كثير من القطاعات الرئيسية كما تعملان مع بقية الدول الأعضاء في مجموعة الساحل في محاربة التطرف والإرهاب لتنعم منطقة الساحل بالسلام والطمانينة وفي سياق متصل قدم سفير دولة إسرائيل بن برغل أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية كسفير فوق العادة ومطلق الصلاحية لبلاده لدى جاد وقد بحث رئيس الجمهورية الفريق محمد ريزدي بيتنو مع السفير الإسرائيلي الجديد لدى جاد والمقيم في العاصمة السننغالية داكار مختلف المواضع ذات الاهتمام المشترك بين التل أبيب وانجمينا وإمكانية تطوير العلاقة الثنائية بين البلدين هذا وقد عمل السفير الإسرائيلي وزيرا مستشارا ومنسقا قانونيا لبعثة بلاده بالأمم المتحدة وسفيرا لإسرائيل في عدد من الدول الأفريقية ومديرا بوزارة الشؤون الخارجية مسؤولا عن القسم القضائي وقال بعد تسليم أوراق اعتماده لرئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق محمد ريزدي بيتنو قال إنه بحث مع رئيس الجمهورية العمل على توطيد العلاقات الثنائية مضيفا بأنهم أول سفير لبلاده في جاد منذ خمسين عاما سيعمل على تعزيز التعاون ومواجهة التحديات المشتركة كمحاربة التصحر وتوفير المياه والزراعة والصحة ومسائل أخرى يشار إلى أن جاد أصبحت دولة منفتحة دبلوماسيا حيث أنها تشهد علاقات دبلوماسية مع العديد من دول العالم وهذا بفضل دبلوماسيتها النشطة وقيادتها الرشيدة